إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بله علي توكلت وليه أنيب فلما ربنا يكرمنا برئيس قاعد الراجل عمال يصلح ما خربه الآخرون وما طرك لمدة سلسل أربعين سنة يعني لازم يكون عندنا برضو مخ وعقل وبنفكر الأمور بشكل وبنصابها الصحيح هتقعد تقول لي بقى تطبيل الكلمتين الشهيرين نفاق تطبيل قول سيب يعوي من يعوي إحنا بنتكلم على حاجة صالح بلدنا مش ههمنا ومش هنتعرض لإرهاب ولا حنقبل إرهاب في الكلام ولا في الفعل ولا في التصرف لا الناس ألاني وكلامنا يكون خالص نواجه الله الكريم وإنتوا عارفين لا لم يستني وزارة ولا مستني إدارة شكرا أنا كبير ياخدوني في محضرة ولا حاجة أتكلم كلمتين وبامشي بس وابتغامر دات الله بدون أجر عشان بس تبقى أمور واضحة وإن كان هناك أجر الحمد لله بندفعه على حاجات تنفع الناس ونوزعها ناس إيه ابتغاء مرضات الله ونسأل الله أنه يقبل أهم حاجة ربنا يقبل عشان محدش يوزايد بس أقولك أصلي ما عرفش إيه لا يا جماعة فيها الحياة اللي حصل حوالي مننا ده يخلينا نرفع القبعة احتراما وانحناءا وإقرارا إقرارا بإنه هذا الرجل اللي عمله في الوقت القياسي ده كان شيء ضروري كنا محتاجينه للغاية وما زلنا محتاجين للمزيد ولسه الرحلة ما انتهتش ما شو حياة كريمة اللي اتطورت في القرية يا جماعة ده في قرى في دول أخرى وبيدت شت دليت اتمسحت سفيني اتمسحت راحت بسبب إيه بسبب عدم الاشترافات البناء عدم الالتزام بقواعد بأي سبب بقى بس في النهاية حتلقى أن البنية الإصلاحية كانت محتاجة لإعادة نظر وبعدين وبعدين التفاف حوالين قيادة سياسية واحدة خلى البلد تنجو من مخاطر في منتهى الخطورة إنما البعض بيحاول أنه هو يشتت انتباهك ويشتت ولاءاتك لا الكلام ده مش صحيح قيادة واحدة سياسة واحدة التفاف حوالين ولاة الأمر العمل على إصلاح البلاد وبعد كده تخنقوا على الكراسي بعد كده تخنقوا على الكراسي الكراسي موجودة التمنوا يا بتوع الكراسي الكراسي والوظائف والمناصب موجودة موجودة لو ناس بتتخنق على الكراسي وده عاوز يبقى فلان بيه وفلان تيه وفلان معالش ايه فيه ناس كده عندهم هوس الكرسي عامل لهم هبل في دماغهم فيه ناس كده عامل لهم الكلام حيموت عشانه لا يا جماعة المنصب تكليف مش تشريف واللي حييجي اي منصب هو هفهم انه هو عصر القبهة والفشخرة انتهى عصر القبهة والفشخرة انتهى انا عاوز اقولك بس ايه شوف كم كبري وكم مستشفى وكم مدرسة اتعاملت في عهد السيسي خلاص قول لي بقى وانت راجل منصف كم مدرسة وكم مستشفى وكم شارع شال اسم السيسي ها في عندك مدرسة السيسي شارع السيسي كبري السيسي مفيش لان الراجل من المبدأ الاول قال لك انا انا بعمل لله اللي يصلح مصر هو ربنا قالها كده الراجل قالها كده قال لك اللي يصلح مصر هو ربنا هنقعد بقى نكذب على بعض بقى كل واحد يقول لك ايه اعمل اسمك وخلد اسمك لا لا وانت شفت له تماثيل طبعا هتلاقي واحد ده فالحوس طبعا هيعمل لك فيها يجيب لك بص الصورة ولا يجيب لك معاوش لكن بشكل عام بشكل عام لا مدرسة ولا مستشفى ولا شارع ولا تمثال ولا كلام ده خالص